اشتركوا في القناة لتمكينها مع وضع نظام حماية اجتماعية يكفل لها حقوقا متساوية حقيقة ان احنا يعني تعمدنا ان نسلط الضوء في كل جلسة على محور من محاور تمكين المرأة وحبينا ان كل جلسة تكون فيها اشياء متجددة اليوم كان التسليط الضوء على السلك الدبلوماسي وعلى الحماية الاجتماعية وايضا عززنا الشراكة بيننا وبين المنظمات الدولية بوجود ممثلة من الاسكوة هذا كله يعزز على اننا احنا جزء من الحراك في العالم كله من فيما يخص تمكين المرأة واننا نتحدث بنفس اللغة واننا نواجه نفس المشاكل واننا في النهاية لدينا مثل المستهدفات التدابير التي تخذتها المملكة اثنت عليها منظمة الاسكوة تابعة للامم المتحدة اذ قالت ممثلتها في الندوة ان المملكة تملك تجاربها ما في هذا المجال يجب تطبيقها في العديد من الدول الاخرى تمكنت من التعرف على عدد كبير من التطورات التي كانت تجري فيما يتعلق بالمرأة فيما يتعلق بحماية المرأة من العنف والإزاء فيما يتعلق بتطوير اوضاع واقع المرأة في السعودية هناك تطور ملحوظ نستطيع ان نلمسه باكتر من صعيد وفعلا هناك العديد من النساء اللواتي هنا قادرات على ان يقودنا العديد من القضايا في المملكة للمرأة السعودية انجازات في السلك الدولوماسي ايضا فعدد النساء العاملات في هذا المجال ارتفع الى اكثر من 20% في السنوات الماضية كما ان هناك ملتحقات في صفارات وبعثات المملكة حول العالم يقدمنا صورة مشارفة عن المرأة السعودية في هذا الحقل المرأة برزت جدا في السلك الدولوماسي حيث انها تعمل الان في الوزارة الخارجية وايضا في ممثليات المملكة في الخارج تعمل على ملفات مهمة وتقدم المملكة في ابرز صورة فاكيد احنا سعيدين بوصول المرأة لأعلى المناصب خصوصا مع طبعا لأول سفيرة سعودية في الولايات المتحدة فا احنا سعيدين جدا بهذا التقدم صلطت الدكتورة غادة الغنين من وزارة العمل وشؤون الاجتماعية الضوءة على نظام الحماية الاجتماعية في المملكة وعرفت الحضورة بالاجراءات الحكومية في هذا المجال ومنها ايجاد فرص العمل للجنسين دون تميز ومنحيم التأمين الاجتماعي والحوافزة الاخرى التي تصم في تأمين حياة كريمة للمواطن السعودية اثنى الحضور على الانجازات التي حققتها المرأة السعودية في جميع المجالات حيث كانت قادرة على المشاركة بالنهوض بالمجتمع وضعت بصماتها داخل المملكة وخارجها بتفوقها العلمي والعملية حسين ابراهيم للاخبارية من داخل مقار الأمم المتحدة نيويورك